ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق لهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يرقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشامة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ببؤمنين يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفسدون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعقبون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقع نارا فلما أطارت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمر فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ضربات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعي حذر الموت والله بحيط بالكافرين يكاد البنخ يختفى بصارهم كلما أطاءنهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم ومصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلفكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أغدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبرنا فأتوا بسورة من مهنه ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدا بالكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري منها تحتها الأنهار كلما رزقوا منها بهم ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا منها قبل وغتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيل أن يضرب مثلا ما بعودا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إذن فاسقين الذين يرقضون عهد الله من بعد نثاقه ويقطعون ما أمن الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم مراتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السماء إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهم بكل شيء عليح وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلون في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يسر فيها ويسفك الدماء أما نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالا لما قل لكم قالا لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات بين الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تترون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لله من إيسابا ما استكبر وكانك الكافرين وقلنا يا آدم اسقنا أنت وزوجك الجنة وكنا منها ربدا حيث جيتها ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الضالبين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقل نهبطوا وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدوه ولكم في الأرض مستقروا ومتاع ملاحين فتلقى آذر من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جديعا فإما يأتينكم مني هدا فأنتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يا بني إسرائي نذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهده أوف بعهدكم إيايا فارهبون يا بني إسرائي نذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهده أوف بعهدكم إيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتوا صدقا لما معكم ولا تقولوا وهو لكافر منه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فارهبون ولا تنفسوا الحق بالباطل وتهتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأعاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتذرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تذنون الكتابة فلا تعقلون والسعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يضمنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تأزين السن عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن نجيناكم من آل فرعون يسورونكم سوى العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون رساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تمضرون وإذ بعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذوا العجن من بعده وأنتم طالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا يتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ طال موسى لقومه يا قوم إنكم قدمتم أنفسكم بإتخاذكم العجن فتوبوا إذا باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو الزواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى نؤمن لك حتى لنا الله أجارة فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد بوتكم لعلكم تشكرون وطلنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزق لكم ما ظنبونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث جئتم غدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقا وقولوا حقا دمنا فلكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا بجزم من السماء بما كانوا يفصقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل لضرب عصاك الحجرة فانفجرت من أثنة أعشرة عينا قد أعلم كل مناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعكموا في الأرض مفسدين وإذ قلت يا موسى لن نصفر على طعام واحد فاجعلنا ربك يخجلنا بما تنبت الأرض من بخها وخفائها وخومها وكومها وعدسها وصليها قال لا تستبدلوا الذي هو لنا بالذي هو خير اهبتوا مصر فإناكم ما سابتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباروا بغضب من الله ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله بل يوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خلص عليهم فلهم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التورف من ما آتيناكم لقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم ترليتم من بعد ذلك فلو نافض الله عليكم ورحمته لكم وتؤمن الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السمد فقلنا لهم كونوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلبها وطور يطلق التقين وإذ قال الموسى لقوم الإبليين الله يأركم من تذبحوا بقرا قالوا وتدخلنا هزماً وقال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دعنا ربك يبيننا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر حبار بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعنا ربك يبيننا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صدر ورار فاقع لونها تسر ناطين قالوا دعنا ربك يبيننا ماهي إنه يبقى تشابها علينا وإنها إن شاء الله لنهتدون قال إنه يقول إنها بقات لا دلول تهين الأرض ولا تسعن حتى المسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله اخرجوا مما كنتم تكتمون قالوا اضربوه ببعضها كذلك إنه الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة وشد قسمة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من هذا ما يشقق فيخرج منه الماء وإن من هذا ما يهبط من خشية الله ومن الله بغافل عما تعملون أفتطمعتنا أن يؤمنوا لكم من قد كان فريق منهم يسمعون لكلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا قلوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخذوا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أبدا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعهدون ومنهم همميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون فبيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا بقايد الله ليشكروا به ثمنا قليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وبيل لهم مما يكسبون وقالوا لن دمسنا النار إلا أياما معدودة قل انتخذتم عند الله أهدروا فلن يغرف الله أعذرهم تقولون أعذر الله فلا تعلمون فلا من كسب سيئة واحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا واع من الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني سائلين لا تحبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ما قام الصلاة وهات الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إن الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وقولوا للناس حسنا واقين الصلاة وآتوا الزكاة كم توليتم إلا قليلا منكم ثم أنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم مسارات فأدوهم ومحرم عليكم إخواتهم أفتهمينون ببعض الكذاب ومتكفون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم لا خزون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وبالله بغافر عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يطفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عسى النمريم البينات وأيدناه بروح القدس أفذلما جاءكم رسول بما ذاته وأنفسكم استكبرتم فريقا وكذبتم فريقا وتقتلون وقالوا قلوبنا قلف فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عاد الله مصدقا لما معهم وكانوا من القبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بكسا اشتروا به لأنفسهم من يكره بما أرسل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيلتهم آمنوا بما أرسل الله قالوا نغفر بما أنزل علينا ويكفرون بما براه وهو الحق صدقا لنا معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى ببينا ثم تخذوا العجل من باره من تطالبون وإذا خذنا نيثاقهم ورفعنا فوقهم اضطوا واخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا طالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بغفرهم قل بئس ما يطلكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من أدور الناس فتمنوا الموتين كنتم صادقين ولن يتمنوا ومدى بما قد بديهم الله عليم بالظالمين ونتجد أنه مأرس الناس على حياتهم ومن الذين شركوا يبدو أحدهم لو عمروا الفسنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبرين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للهبرين من كان عدوا لله وملايكته ورسله وجبرين وملكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا للك آيات بينات وبعثر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا وله فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عيد الله مصدقا لما معهم لبال فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهور إن كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تبنى الشياطين على برك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموا الناس السحر وما ننزل على الملكين وما ننزل على الملكين ببابنا هاروت وماروت وما يعلمان من أهل حتى يقولا إنما نحن فتة فلا تفر فيتعلمون منهما ما يفرقوا به بين البضي وزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بيثد الله ويتعلمون ما يضرهم فلا يرفعهم ولقد علموا لما اشتراه ما نروا في الآخرة من خلاقه ولبئس ما شروا به ينفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لبثوبة من عمد الله لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يبدو الذين كفروا منه الكتاب ولا المشركين أن يرسل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله والله ذو الفضل العظيم ما نرزخ من آية أو نرزها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم نعدون الله بي ولي ولا مصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سر إلى موسى من قبله ومن يتمدر الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل والتكثير من هذه الكذاب لنردونكم من بعد إيمانكم غفارا حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تبينه الحق فعفوا وصحوا حتى يثيقوا بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة ما تزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله مما تعملون بصير وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوروا وهاكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن رفنه وجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يثنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قولهم فالله يحبوا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أضلوا ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسفه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إجلا خائفين لهم في الدنيا خزيون ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تؤلوا فثم مجه الله إن الله باسم عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديعوا السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له ذن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم بث قول إن تشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقومه يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تزأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك الهد ولن نصرى حتى تتبع بلتهم قل إن هدى الله والهدى ولن انتبع تهواءهم بعد الذي جاءك من العلمانك من الله من ولي ونانصير الذين يتيناهم الكذاب إذنونه وحق تلابته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعنت عليكم وأوض وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزين السن عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدنه ولا تنفعها شفاعته ولا هم ينصرون وإذ ابتنا إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأبنوا واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتا للطائفين أن طهر بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من ثمرات من آمن منهم من الله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعوه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلم لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ورنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتنوا عليهم ما ياتت ويعلمهم الكتاب والحبة وزكهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد استفلناه في الدنيا وإنه في الآخرتين من الصالحين إذ قال له ربه واسلم قال اسلمت لرب العالمين رصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تنوتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب النوت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كولوا هودا أو نصارى وتهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزلينا وما أنزلينا وما أنزلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تملوا فإنما هم في شقاق فسيخفيك هم الله وهو السميع العليم سبغة الله وما تحسن من الله سبغة ونحن هم عابدون قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لذا أعملنا ولكم أعمالكم ونحن هم مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل لأنتم أعلموا من الله ومن أضلوا ممن كتب شهادة عنده من الله ومن ضار بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون